أولى التوقعات المظلمة حملها صندوق النقد الدولي في تقرار سابقة الذي تنبأ بانكماش الاقتصاد الجزائري مع نهاية هذه السنة وتراجع نسب النمو وارتفاع نسب تضخم السنة المقبلة متأثراً بتواصل الأزمة الاقتصادية نهيك عن الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر وأعد الصندوق ضبط توقعاته إلى 1.8% فيما يرى الخبراء أن نسب النمو لن تتعدى 1.5% مما ينذر في ارتفاع محسوس لنسب البطالة الآن نتكلم على مستوى 1.5% بالنسبة لسنة 2019 سيكون الأمر جد سعب بالنسبة لسنة 2020 إن حققنا نفس النسبة رأينا ملح ولما نعلم بأن نسبة تمكننا من حفاظ على نسبة شغل على الأقل حالية ونسبة البطالة الحالية يحاول 3% بمعنى أن إن كماش تراجع نسبة النمو رح يكون من نتائجها زيادة نسبة البطالة وحسب الصندوق دائما فنسب التضخم ستصل 6.7% سنة 2020 خاصة بعد توقعات عز في الموازنة العامة وإقبال الحكومة على وضع يدها في جيب المواطن باللجوء إلى رسوم جديدة في قانون المالية سيكون التضخم مؤشر كبير وستنتقل العدوى إلى كافة مؤشرات الاقتصاد الجزئي المتعلق بالإستمار المتعلق بالإدخار وما إلى ذلك أتلخص الأرقام التي توقعتها للحكومة الجزائرية إلى تواصل تآكل احتياطة الصرف من النقد الأجنبي خاصة بعد عز الحكومة تقليص فاتورة الاستراد